اشتركوا في القناة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تسركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أيها الإخوة هذه هي الوصايا العشر الواردة في آخر سورة الأنعام ويمكن القول إن جميع الدين وصية من الله عز وجل كل الدين وصية من الله كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذه وصية عامة أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كلمتان اجتملت على الدين الإسلامي كله وعلى توجيه المجتمع الإسلامي أن يقيم الدين وأن لا يتفرق فيه ومن ذلك قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله لكن سميت هذه الوصايا بالوصايا العشر وهي الوصايا الواردة في آخر سورة العام لأن الله تعالى جمعها في مكان واحد وكان يختم كل وصية منها وكل آية منها بقوله تعالى ذلك مصاكم به إن الوصية هي العهد بالشيء عهدا مؤكدا فكأن الله تعالى عهد إلينا بهذه الأشياء عهدا مؤكدا محتما علينا فبدأ بقوله عز وجل قل تعالى أتر ما حرم ربكم عليكم والخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم وأمره الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا القول للناس عموما وأمر الله عز وجل لرسوله أن يقول الناس هذا هو أمر خاص وإلا فإن الله تعالى قد أمر نبيه على وجه عام أن يبلغ القرآن لكل الأمة قوله تعالى ما حرم ربكم عليكم أي ما حرم ربكم عليكم مخالفته فهذه الأشياء التي سيوصي بها الله سبحانه وتعالى قد حرم الله علينا مخالفتها فلا بد أن نقوم بها على الوجه الأكمل وفي قوله تعالى ما حرم ربكم عليكم ولم يقل ما حرم الله لأن الرب هو الذي له التصرف المطلق في المربوب فالرب هو الرب ويقابله العبد كما قال تعالى الحمد لله رب العالمين فوصف الله نفسه بأنه رب العالمين كلهم والرب هو الذي يملك أن يتصرف فيهم بما شاء من الأمر الكوني والأمر الشرعي الوصية الأولى أن لا تشرك به شيئا أي أن لا تجعل معه شريكا والنهي عن الشرك بالله يشمل ثلاثة أقسام القسم الأول أن نهي عن الشرك به في ربوبيته والقسم الثاني أن نهي عن الشرك به في ألوهيته والقسم الثالث أن نهي عن الشرك به في أسمائه وصفاته أما القسم الأول وهو الشرك في الربوبية فمن المعلوم أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور هل من خالق غير الله أبدا الخالق هو الله وحده ولهذا حرم الله عز وجل أن يخلق أحد مثله ولو بالصورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين إنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم فلا يمكن أن يشرك بالله في خلقه أو ملكه أو تدبيره فمن اعتقد أن الله تعالى مشاركا في الخلق فقد أشرك به لو قال إن هذا بمقتض الطبيعة وهذا بمقتض الزمن وهذا بكذا وكذا مما يضاف الله إلى غير الله فإنه أيضا مشرك بالله ومن العجب أن هذا الشرك عن الشرك في الربوبية لا يذهب إليه ولا الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هل كانوا يشركون في الربوبية؟ الجواب لا يقول تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُلُونَ خَلَقُهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ وَيُقِرُّونَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْخَالِقِ وَلَكِنْ يوجد في عهدنا هذا من يكابر وينكر الخالق ويدعي والعياذ بالله أن هذا الكون ليس له مدبر وليس له خالق وإنما هي أشياء تتفاعل ويتولد بعضها من بعض وأرحام تدفع وأرض تبلع وليس هناك خالق ولكن عجبا لهؤلاء كيف ينكرون أن يكون للعالم خالق وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد هل يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد أبدا لأنه إما يقال أوجد نفسه أو وجد بلا موجد والأول ممتنع لا يمكن أن يوجد الشيء نفسه لأنه قبل الوجود كان عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يوجد شيئا ولا يمكن أن يوجد بلا موجد ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون إذن فلا بد من موجد وهو الله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه بقدرته وتدبيره من الشرك في الربوبية أن يحرف الإنسان بغير الله لكنه شرك لا يخرج من الملة إلا أن يعتقد الحالف بأن المحلوف به له من العظمة ما لله عز وجل فيكون شركا أكبر وإلا فهو من الشرك الأصغر ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت لكن لو قال قائل ورسول الله وحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الخلق فلماذا لا يجوز القسم به فالجواب إن أعظم الخلق هو الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فيكون الحلف بالنبي من الشرك فإذا قال إنسان إن بعض الناس يجري على لسانهم هذا القسم يقول والنبي بدون قصد فالجواب أن نقول إذا كان بغير قصد فإنه يلزمه أن يطهر لسانه منه وأن لا يعود نفسه على هذا القسم المحرم حتى يتخلص منه ومن الشرك بالربوية أن يتخذ الإنسان أندادا يشرعون تشريعات تخالف شرع الله فيوافقهم فيها مع علمه بمخالفتها للشريعة ولهذا ترجم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ترجم على ذلك في كتاب التوحيد بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحلى الله فقد اتخذهم أربابا فإذا وجد قوم يتبعون القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية مع علمهم بمخالفتها للشريعة فإننا نقول هؤلاء قوم مشركون لأنهم اتخذوا حاكما يحكم بين الخلق غير الله عز وجل ومن المعلوم أن الحكم بين الخلق من مقتضيات ربوبية فقد اتخذوهم أربابا من دون الله ولهذا يروى من حديث حديث بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال نعم نعم يا رسول الله قال فتلك عبادتهم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الشرك ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة ولي الأمر في معصية الله منع من أن يطاع أحد من الخلق في معصية الله فقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف فقد أرسل صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا وقال لهم أطيع أميركم فغضب عليهم الأمير ذات يوم وقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا ثم قال أوقدوا النار فأوقدوا النار ثم قال أدخلوا فيها طاعتهم في جمع الحطب صحيحة وطاعتهم في إضرام النار صحيحة لكن لما قال أدخلوها توقفوا وقالوا كيف ندخل في النار ونحن لم نؤمن إلا فرارا من النار فامتنعوا ولم يدخلوها فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف القسم الثاني الشرك في الألوهية وهذا هو الذي يكثر بين الناس وهو الذي كان عليه المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الشرك في الألوهية يتخذ الإنسان مخلوقا من المخلوقات يعبده ويتأله إليه كما يعبد الله عز وجل يسجد للصنم يسجد للشمس يسجد للقمر يسجد للقبر يسجد للكبير يسجد لأبيه يسجد لأمه وهكذا المهم أن يتعبد لمخلوق نقول هذا شرك في الألوهية لأنه اتخذ هذا المعبود إلها يعبده من دول الله ومن ذلك هؤلاء الذين يذبحون القربان للقبور يذبحوا عند القبر قربانا ليتقرب به إلى صاحب القبر يعظمه بالذبح كما يعظم الله تعالى بالذبح هذا أيضا من الشرك الأكبر المخرج عن الملة لأن الله يقول ألا تشركوا به شيئا وهذا الشرك هو الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين إلى نبذه ولما أبوا قاتلهم فاستحل دماءهم وسبى ذريتهم وغنم أموالهم لأنهم مشركون هل تعلمون أحدا دعا إلى عبادة نفسه من البشر الجواب نعم فرعون دعا إلى عبادة نفسه وقال لقومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري يقول ذلك وهو يكذب فيعلم أن هناك إلها غيره ولهذا قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ولم ينكر فرعون موسى كان يخاطب بهذا ولم ينكر بل أقر وكان هو وقومه يقرون بذلك كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة القسم الثالث الشرك في أسماء الله وصفاته الشرك في أسماء الله وصفاته أن يجعل الإنسان لله مثيلة فيما وصف به نفسه كلنا نقرأ الرحمن عن العرش استوى والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله جاء في الحديث إن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض وإن فضل العرش على الكرسي كفضل للفلات على هذه الحلقة إذن مخلوق عظيم اختصه الله عز وجل بالاستواء عليه هل أنت أيها الإنسان تستوي على الفلك تستوي على البعير تستوي عليه استمع وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم وقال الله تعالى لنوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين لو قال قائل إن استواء الله على عرشه كاستواء على الفلك أو على البعير نقول هذا مشرك لأنه جعل صفة الخالق كصفة المخلوق فجعل الله تعالى شريء فجعل لله تعالى شريكا في الصفة ولكننا نقول نحن نؤمن بأن الله استوى على العرش لكن بدون تمثيل لا مثيل لا استوائه كما لا مثيل لذاته عز وجل وهكذا بقيت الصفات الصفات إذن من أثبت الصفات مع التمثيل فهو مشرك لأنه شرك بين الخالق والمخلوق في الصفة لكن ما تقول في من نفى حقيقة الصفات هل يكون ممثلا؟ قال شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله كل معطل ممثل كل من عطل فقد مثل الذي ينكر الصفات هو منكر وممثل قد يقول قائل كيف يكون منكرا وممثلا لأن التمثيل إثبات والإنكار نفي وهل هذا إلا جمع بين النقضين نقول استمع لماذا عطل المعطل صفات الله؟ نقول لأنه اعتقد أن إثباتها يستلزم التمثيل قال إنا لو أثبتنا الصفة إذا ثبت التمثيل إذا يجب أن أنكر حقيقة الصفة لأسلم من التمثيل فمثل أولا وعطل ثانيا هذا فيما يخص الشرك بالله التي ناهى الله سبحانه وتعالى عنها في آية من آخر سورة العام الوسيط الثانية وبالوالدين إحسانا فجعل الله تعالى حق الوالدين بعد حقه ومن هم الوالدان؟ هم الأم والأب وحق الأم آكد من حق الأب ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أبوك وذلك لأن الأمة تعاني من الولد أشد مما يعاني الأب قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهنا وفصاله في عامين والإحسان إلى الوالدي يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالمال فالإحسان بالقول أن يقول لهما قولا لينا لطيفا كريما بحيث يناديهما منادات إجلال وتعظيم حتى إن بعض العلماء قال يكره أن ينادي الإنسان أباه بإسمه مثلا إن كان أبوك اسمه محمد لا تقول يا محمد قل يا أبتي إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه وأبوه كافر يقول له يا أبتي لما تعبد لأن هذا باب الإكرام حتى إذا بلغ الوالدان سنا كبيرا يحصل منه شيء من التعب فإن الله تعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بعض الناس إذا كبر الوالد عنده أو الأم مل منهما وصار ينهرهما وصار يقول لهما قولا خشنا الله ينهى عن ذلك فلا تقول لهما أف معنى أف يعني التضجر منكما ولا تنهرهما بالقول في الصراخ أو العتاب أو ما أشبه ذلك وقل لهما قولا كريما أي لينا لطيفا تقر به أعينهما هذا الإحسان بالقول إننا نرى بعض الناس يلين بقوله مع زوجته ولا يلين بقوله مع أمه وهذا مشاهد تجده مع الزوجة يلين لها ويخضع لها ولا ينهرها لكنه مع أمه بالعكس بل مع ذيه إن تمكن وهذا خلاف ما أمر الله به أما الإحسان بالفعل فيكون بالخدمة والقيام مصالحهما الخدمة البدنية إذا عجز ساعدهما حتى عند المنام وعند القيام وعند الجلوس يجب على الإنسان أن يقوم ببر الواردين عند العجز فيعينهما بكل ما يحتاجون إليه من عون أما الإحسان بالمال يجب أن يحسن إليهما بالمال بأن يبذل لهما كل ما يحتاج أن إليه من نفقة كسوة طعام شراب سكن إذا كان يقدر على هذا فصار الإحسان للواردين يتضمن ثلاثة أمور الإحسان بالقول والإحسان بالفعل والإحسان بالمال وبر الواردين أفضل من الجهاد في سبيل الله قال ابن مسعود رضي الله عنه سألته النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الواردين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله واعلم يا أخي أن البر بالواردين كما هو واجب فإن الله تعالى يثيب البار في الدنيا قبل آخرة ولهذا نجد حسب ما علمنا بالسماع والمشاهدة نجد أن الذي يبر والديه يسر الله له أولادا يبرونه وأن الذي لا يبر والديه يصلط عليه أولاده فيعقونه والعياذ بالله إذا عرفنا الوصية الثانية الإحسان بالواردين فما ضد الإحسان ضده أمران إساءة وموقف سلبي بين الإحسان والإساءة أما المسيء فلا شك في أنه ارتكب كبيرة من كبائل الذنوب لأنه عاق وأما السلبي الذي لا يبر ولا يسيء فقد ترك واجبا مما أوجب الله عليه وهو الإحسان للواردين قد يقول قائل لماذا لم يذكر الله حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلومة أن حق الرسول مقدم على حق الواردين بل مقدم على النفس ولهذا يجب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك حتى من نفسك وأبيك وأمك وأبنك والناس أجمعين فإذا قال قائل لماذا لم يذكر الله حق رسوله فالجواب أن حق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعلها ركنا واحدا من أركان الإسلام فقال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وأيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فيكون حق الرسول مقدما على حق الوالدين لأنه متضمن في حق الله سبحانه وتعالى الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق يعني الفقر ومن هنا سببية أي بسبب الإملاق يعني لا تقتلوا أولادكم بسبب الفقر نحن نرزقكم وإياهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هل أحد يقتل أولاده لا لكن الجاهلية العمياء كانت تجعل الجاهليين يقتلون أولادهم وقتلوا الجاهلين أولادهم له سببان السبب الأول ما ذكره الله هنا وهو الإملاق أي الفقر والسبب الثاني العار أما الأول الذي سببه الفقر فكانوا يقتلون الذكور والإناث إذا جاءه ولد وهو فقير قال هذا سيثق الكاهلي في الإنفاق فيقتله والعياذ بالله أما الآخر الذي سببه العار فهؤلاء يقتلون الناس دون الذكور يقول الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون ويقول الله سبحانه يقول الله عز وجل لا تقتلوا أولادكم من الفقر إذن يبقون ولو كان الأب فقيرا لأن رزقهم على الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فإذا قتل ولده فهو يقتل لو أن رجلا فقيرا جاءه ولد ذكر أو أنثى فقتله لأنه لا يجد ما ينفق عليه فهل يقتل الأب أو لا يقتل قال بعضها للعلم إنه يقتل إذا علمنا أنه تعمد القتل يقتل لعموه قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل وقولوا تعالى وكتبنا عليهم فيها أي على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قالوا ولأن الرجل إذا قتل ولده جمع بين عدوانين عدوان القطيعة وعدوان القتل فيقتل وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله لكن أكثر أهل العلم يقولون إن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل واستدلوا بحديث مشهور عند أهل العلم لا يقتل والد بولده ولكن هذا الحديث ضعيف كثير من العلماء وقالوا أيضا إن الولد ضعفه كثير من العلماء وقالوا أيضا إن الوالد سبب وجود الوالد أن الوالد سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه ولكن لا شك أن هذه العلة عليله وذلك أن الأب سبب في وجود الولد لا شك لكن سبب قتله هو عدوان الأب وليس وجود الإبن حتى نقول كيف يكون وجوده سبب في إعدام من أوجده أو من كان سببا في وجوده على كل حال هذه المسألة موضع ذكرها ومناقشتها في كتب الفقه لكن ذكرت هنا عرضا عند حديثنا عن قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وهنا نقف لننظر الفرق بين هذه الآية وبين آية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم لماذا قدم الوالدين في سورة العام وقدم الأولاد في سورة الإسراء ما هي الحكمة يجب أن نعلم أن التعبير القرآني لا بد أن يكون فيه حكمة لا يمكن أختلف التعبير إلا لسبب في سورة العام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إذن فالفقر موجود فبدأ برزق الفقراء فقال نحن نرزقكم وفي سورة الإسراء الفقر غير موجود لكنه متخوف خشية إملاق فبدأ بذكر المحتاجين وهم الأولاد وهذا من بلاغة القرآن الوصية الرابعة ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن الفواحش جمع فاحشة والفاحشة كل ما أنكرته العقول واستفحشته واستكبرته واستعظمته من المعاصي فهو فاحشة ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من المعاصي ذكر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من المعاصي الفواحشة عددا عددا أولا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا ثانيا نكاح الزوجات الآباء فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤك من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسأ سبيلا ثالثا قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وسوف نقتصر على هذه الفواحشة الثلاث هذه الفواحشة الثلاث لا شك أن كل ذي عقل سليم يستفحشها ويستعظمها مع أنها من كبائر الذنوب فالزنا فاحشة لأنه يفسد الأخلاق ويفسد الأنساب ويوجد الأمراض ومستاق هذا ما ظهر في الآونة الأخيرة من المرض الخبيث الذي هو فقد المناعة ويسمى بالإدس هذا سببه الزنا أو أكبر أسبابه الزنا ولهذا سمعه الله فاحشة وسأ سبيلا لا يمكن أن يكون سبيلا للمسلمين أبدا لأنه طريق فاسد وتأمل هذه الآيات الثلاث التي ذكرناها ففي الزنا قال تعالى إنه كان فاحشة وسأ سبيلا وفي نكاح زوجات الآباء قال إنه كان فاحشة ومقتا وسأ سبيلا وفي اللوات قال لوط عليه الصلاة والسلام أتأتون الفاحشة وكما قلنا آنفا لا يمكن أن يختلف التعبير القرآني إلا لسبب في الزنا قال إنه كان فاحشة هذه نكرة في فعلة قوم لوط عليه الصلاة والسلام قال أتأتون الفاحشة هذه معرفة وفي قولي تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباكم النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا فاحشة نكرة لكن أضاف إليها ومقتا أي مكروها مبغوضا عند الله وعند الخلق يتولد من هذا السؤال التالي أي هذه الفوحشة أعظم نقول اللوات أعظمها لأنه عرفها بأل قال الفاحشة فكأنها فاحشة معودة عند كل ذي فطرة سليمة وعقل قويم فعرفت بأل كأنها هي الفاحشة المشهورة المعلومة التي ينكرها كل أحد ولهذا كان الفرج الذي استبيح به هذه الفعلة القبيحة لا يباح بأي حال من الأحوال وكانت على القول الراجح عقوبة اللوطية الذي يفعل لواط القتل بكل حال يعني إذا ثبت أن شخصا تلوط بشخص وكان المفعول به غير مكره فإنه يجب قتل لاثنين جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعول به حتى وإن كان لم يتزوج أي وإن كان بكرين فإنه يجب قتلهما إذا قال قال أين الدليل قلنا الدليل هو هذا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعول به قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به لكن مختلفوا كيف يقتلان فقال بعضهم يرجمان بالحجارة وقال بعضهم بل يرميان من أعلى شيء في البلد ويتبعان بالحجارة وقال آخرون بل يحرقان بالنار وذكر شيخ الإسلام التيمية أن أبا بكر رضي الله عنه آمر بتحريقهما أي بتحريق الفاعل والمحول به إذن اللواط شد من الزنا لأن عقوبته القتل بكل حال ولكن كيفية القتل اختلف فيها الصحابة فإذا رأى ولي الأمر أن يقتلهما على إحدى الصفات الواردة فلا بأس المهم أنه لا مكان لهما في المجتمع لأن بلية اللواط والعياذ بالله بلية لا يمكن التحرز منها إذ أن الذكور كلهم يخرجون في الأسواق ويمشون جميعا ويأتون جميعا ويذهبون جميعا فالتحرز منها غير ممكن فلهذا إذا عقب الفاعل والمفعول به بالقتل كان هذا أقوى رادع عن هذه الفعلة التي تعتبر من أقبح الفعال ونكاح زوجة الأب يقع في المرتبة الثانية لأن الله تعالى وصفه بوصفين فقال إنه كان فاحشة ومقتى ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا زنى بمحارمه وجب قتله بكل حال يعني لو زنى الإنسان والعياذ بالله بأخته وجب أن يقتل بكل حال وإن زنى بابنته فكذلك وإن زنى بزوجته أبيه وجب قتله ولو لم يتزوج يعني ولو كان بكرا لأن هذا أعظم من الزنى بغير ذوات المحارم وتلك ثلاثة أمثلة للفواحش ما ظهر منها وما بطن قوله ما ظهر منها وما بطن له معنيان المعنى الأول ما ظهر منها بإظهاركم وما بطن ما بطن منها بإخفائكم أي الفواحش سواء أظهرتموها أم أخفيتموها وقيل المعنى بل ما ظهر منها أي ما كان فاحشة ظاهرة لكل أحد وما كان فاحشة خفيا لا يظهر لكل أحد على كل حال الفواحش محرمة ما ظهر منها وما بطن الوصية الخامسة ولا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق في قوله تعالى التي حرم الله دليل عن النفوس تلقسم إلى قسمين قسم لم يحرم الله قتلها وقسم حرم الله قتلها فما الذي حرم الله قتله من النفوس هم أربعة وصناف المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء أربعة المسلم معصوم بإسلامه والذمي بذمته والمعاهد بعهده والمستأمن بآمنته الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عق وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترمة ولكن يبدل الجزية دليل ذلك قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم لا في المال ولا في النفس ولا في العرق والمعاهد هو الذي عقد بينه وبين المسلمين عهد ومثال ذلك ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عام الحديبة في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات لكنهم نقضوا العهد المهم أنه جرى بينه وبينهم عهد فإذا جرى بين المسلمين وبين غير المسلمين عهد على عدم الاعتداء صار هذا العهد ملزما ومانعا من العدوان عليهم والمستامن يعني الذي أخذ أمانا منا ودليل ذلك قول تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة هذه هي النفس التي حرم الله فالله عز وجل قال ولا تقتل النفس التي حرم الله إذا قلنا إن النفوس التي حرمها الله أربع فمن بقي بقي الكافر الذي ليس بيننا وبين أعاد ولا الذمة هذا مهدور الدم ويجوز للإنسان يقتلوه حين مواجده حيث مواجده ثم قال تعالى إلا بالحق فإذا كان قتل النفس بحق فلا مانع من قتلها من الحقوق التي تبيح قتل النفس المحرمة منها القصاص ومنها الزنا إذا كان الزاني محصنة ومنها عن القول الراجح اللواط فإنه مبيح للقتل ومنها الردة إذا ارتد الإنسان عن دينه فإنه يدعى إلى دينه فإن أبا قتل وكذلك الحرابة قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا وهم الذين يعرضون للناس بالطرق ويقتلونهم ويخذون أموالهم المهم أن كلمة بالحق عامة تشمل كل ما أباح الشارع قتله من نفوس المحرمة قال تعالى ذلك وصاكم بي لعلكم تعقلون المشار إليه ما سبق وهن خمس وصايا وصنا الله بها لعلنا نعقل ما المراد بالعقل؟ نحن نعلم أن العقل نوعان عقل إدراك وعقل الرشد فعقل الإدراك ما يدرك الإنسان به الأشياء وهذا الذي يمر كثيرا في شروط العبادات يقول من شرطها الإسلام والعقل والتمييز هذا هو عقل الإدراك وضده الجنون والثاني عقل رشد بحيث يحسن الإنسان التصرف ويكون حكيما في تصرفه وضد هذا السفة للجنون فالمراد بالعقل بهذه الآية المراد عقل الرشد لأنه لم يوجه إلينا الخطاب إلا ونحن نعقل عقل إدراك لكن هل كان من وجه إليه الخطاب يعقل عقل رشد؟ لا قد لا يعقل عقل الرشد الكفار كلهم غير عقلاء عقل رشد كما قال تعالى في وصفهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون لكن ليس معناه ليس عندهم عقل إدراك بل قد يكون عندهم عقل إدراك قوي وذكاء مفرط لكن ليس عندهم عقل رشد وما هو العقل النافع للإنسان؟ عقل الرشد لأن عقل الإدراك قد يكون ضررا عليه إذا كان ذكيا فاهما ولكنه العياذ بالله ليس عنده حسن تصرف ولا رشد في تصرفه وقد يكون أعظم من إنسان ذكاه دون ذلك وهنا نسأل عن مسألة كثرة سؤال عنها هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب قال بعض الناس في القلب وقال بعض الناس في الدماغ وكل منهم له دليل الذين قالوا إنه في القلب قالوا لأن الله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قال قلوب يعقلون بها ثم قال تعمل قلوب التي في الصدور إذن العقل في القلب والقلب في الصدر فكان العقل في القلب وقال بعضهم بل العقل في الدماغ لأن الإنسان إذا اختل دماغه اختلت صرفه ولأننا نشاهد في الزمن الأخير نشاهد الرجل يزال قلبه ويزرع له قلب جديد ونجد عقله لا يختلف عقله وتفكيره هو الأول نجد إنسانا يزرع له قلب شخص مجنون لا يحسن يتصرف ويبقى هذا الذي زرع فيه القلب عاقلا فكيف يكون العقل في القلب إذا العقل في الدماغ لأنه إذا اختل الدماغ اختل التصرف اختل العقل ولكن بعض العلم قال إن العقل في القلب ولا يمكن أن نحيد عما قال الله عز وجل لأن الله تعالى هو الخالق وهو أعلم مخلوقه من غيره قال تعالى لا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله فالعقل في القلب والقلب في الصدر لكن الدماغ يستقبل ويتصور ثم يرسل هذا التصور إلى القلب لينظر أوامره ثم ترجع الأوامر من القلب إلى الدماغ ثم ينفذ الدماغ إذن الدماغ بمنزلة السكرتير ينظم المعاملات ويرتبها ثم يرسلها إلى القلب إلى المسؤول الذي فوقه هذا القلب يوقع ويمضي أو يرد ثم يدفع المعاملة للدماغ والدماغ يأمر العصاب وتتمشى وهذا القول هو الذي تطمئنه إليه النفس وهو الموافق للواقع وقد أشار إليه شيخ الإسلام من تيمير رحمه الله في كتبه والإمام أحمد أشار إليه إشارة عامة فقال محل العقل القلب وله اتصال من الدماغ لكن التفصيل الأول واضح جدا الذي يقبل الأشياء وتصورها ويمحصها والدماغ ثم يرسل النتيجة إلى القلب ثم القلب يأمر إما بالتنفيذ وإما بالمنع لقول للرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الوصية السأزة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغها شدة اليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا أو منثى ومن ماتت أمه قبل أن يبلغ فليس بيتيم هذا اليتيم له مال ورثه من أبيه ولا بد أن يكون اليتيم ولي يقوم عليه إما بوصية من أبيه وإما بتولية من الحاكم وإما بتولية من الشارع على قول كثير من آل العلم المهم ولي يقول الله تعالى وَلَا تَقْرَبُوا مَالْ يَتِيمِ إِلَّا بِالَّهِ يَحْسَنِ قربان مال اليتيم ثلاث درجات الأول أسوأ والثاني أحسن والثالث لا أحسن ولا أسوأ فالتصرف مما هو أسوأ في مال اليتيم حرام يعني لو أنك أردت أن تشتري شيئا بمال اليتيم وتعرف أن هذا الشيء سيخسر قطعا فذلك حرام لأن هذا لا شك ضرر عن اليتيم وأما إذا تصرفت تصرفا لا تدري هل هو أحسن أو ليس بأحسن هذا أيضا حرام لأن الله يقول وَلَا تَقْرَبُوا مَالُ يَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنِ أردت أن تتصرف فيه تصرفا حسنا لكن أمامك شيئا تصرف فيه خير وتصرف فيه خير أكثر أي هم الواجب؟ الواجب الذي فيه الخير الأكثر لأن الله قال إلا بِالَّتِي أَحْسَنِ ولنضرب لهذا مثلا جاءك رجل يقول أقرضني مال اليتيم وهذا الرجل معروف بالمماطلة وأنه لا يكاد يخرج الحق منه هل يجوز أن تقرضه؟ لا يجوز لأن في ذلك مغامرة ومخاطرة في مال اليتيم جاءك رجل آخر يقول أقرضني مال اليتيم وهو رجل وفي لكن إقراضه ليس فيه مصلح يتيم هل تقرضه؟ لا لأنه ليس فيه مصلحة جاءك رجل ثالث يقول أقرضني مال اليتيم وأنت تخشى على هذا المال لو بقي عندك أن يسرق فهل إقراضه مصلحة؟ هذا الرجل الثالث وفيه ولو طلب منه المال في أي ساعة من ليل أو نهار أعطاه وأنا أخشى إن بقي المال عندي أخشى عليه من عدوان أو سرقة أو غير ذلك فهنا إذا أقرضت هو جائز لأن هذا هو الأحسن الوصية السابعة وأوفوا الكيلة والميزانة بالقسط إذا كرتم لأحد فأوفوا الكيل إذا وزنتم لأحد فأوفوا الوزن يمكن أن نقول إن هذا من باب ضرب المثل وأن المراد بإيفاء الكيل والوزن إيفاء الحقوق كلها يعني إذا كان عليكم حقوق فأوفوا الحقوق إذا كانت كيلة فأوفوا الكيل وإن كانت وزنا فأوفوا الوزن ولكننا نجد كثيرا من الناس على خلاف هذه الحال إذا كان الشيء عليهم فأرطوا فيه وإذا كان الشيء لهم أفرطوا فيه الوصية الثامنة وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا فالواجب على العبد إذا قال قولا أن يعدل في قوله ومن باب أولى وأحرى إذا فعل فعلا أن يعدل في فعله حتى ولو كان مع ذي قربا لو أن أباك وهو من أقرب الناس إليك أخطى على شخص هل تقول لأبيك إنك أخطات الجواب نعم هذا هو العدل وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا لو أن صديقك أخطى هل تقول أخطات نعم لأن الله تعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا الوسيط التاسع وبعهد الله يأوفو العهد هو الميثاق وعهد الله سبحانه وتعالى عن الإنسان وأنه عز وجل أمره ونهاه وتكفل له سبحانه وتعالى أنه إذا قام بهذه الأوامر والنواهي أنه يثيب على ذلك كما قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتمهم وأقرطتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى في هذه الأمة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم فهذا عهد من الله لمن آمن وجاهد في سبيل الله أن يغفر له ذنوبه ويدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار وقال تعالى في بني إسرائيل وأوفوا بعهد الله أوفي بعهدكم فأنت الآن قال عهدت الله عز وجل على القيام بطاعته فأوفي بهذا العهد الوصية العاشرة والأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبلاء فتفرق بكم عن سبيله وهذه كما قلنا هي الوصية العاشرة وهي جامعة لكل الشرع فيقول هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وصراط الله تعالى هو دينه الذي أرسل به رسوله ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأديان فيجب على كل أحد من الناس أن يتبع هذا الدين وأن لا يتبع السبل فتفرق به عن سبيل الله فيضل ويهلك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق واتباع السبل ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله من مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذه قال هذا سبيل الله مستقيما وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فاتفرق بكم عن سبيله وفي الآية وحد الله سبحانه وتعالى سبيله لأن الحق واحد ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها وكثرتها أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن أوفى بعهد الله وممن قام بطاعته وأسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين